اشتركوا في القناة طبعا مفهوم الغيرة ده مفهوم موجود في حياتنا اليومية في كل يوم والناس بتكلم عليه في كل حاجة وللأسف وسائل الإعلام أحيانا بتدينا نوع سلبي من الغيرة ممكن يتكون سبب في هدم الأسرة لكن احنا نرضى هنقف قدام تعليم الكتاب المقدس لما مؤلمنا بولس الرسول في رسالة الغلاطية صاحة ربعة يقول تعبير جميل جدا يقول حسنة حسنة هي الغيرة في الحسنة كل حين يعني ايه يكون في حياتنا غيرة في الحسنة احنا بنشور ان ده أحد أهم العناصر في الأسرة المسيحية لأنه يقودنا باستمرار إلى النمو في المحبة والنمو في الخوف على بعضين البعض والنمو في الخوف على أسرتنا مع بعض والنمو أيضا في الحياة الروحية احنا عارفين فيه نوعين من الغيرة فيه نوع الغيرة اللي هي غيرة من إنسان يعني أفضل مني في شيء أو عنده صفات ليس موجودة فيه ممكن أبتدي أنظر له نظرة سلبية أو أكرهه أو أداء منه أو أحاول أصنع معه شر لكن الغيرة الحسنة الكتاب مقدس بيدعونا إليه والحسنة هي الغيرة الحسنة فيه كل حين وليس حين حضوري لندكم فقط هي دعوة لأننا نهتم بأننا ننمي بعضنا البعض وننمي أنفسنا في الصلاح الغيرة التانية غيرة بيقول عليها كتاب مقدس غيرة وتحذب حيث الحيث غيرة وتحذب هناك التشويش وكل أمر ردي لما نشوف كتاب مقدس إن شاول الملك كان بيغير من داود لدرجة إنه حاول يقتله أكتر من مرة غيرة سيئة قادته إلى محاولة عمل شر وعلى الجانب الآخر بنشوف الغيرة الحسنة فيه الكنيسة إن كل شاب صغير بيحاول يتعلم أكتر وينمو فيه الخدمة ممكن ينمو في الألحان وفي التسبيح وفي النشاط الروحي أو في النشاط الدراسي في حيث إنه يحاول يتعلم من أكبر منه كيف يكون ناجحا أكثر وأكثر فيه غيرة حسنة نحتاجها في البيت المسيحي نحتاج إنه كل طرف بيغير على الآخر الزوج بيغير على أولاده وعلى زوجته وعلى خلاص نفسهم هل هم في حياتهم فيه نجاح فيه ارتباط بربنا فيه نجاح في الدراسة بيهتم إنه بيشجعهم وفي نفس الوقت لو فيه ضعف معايا يحاول يعالجه وما أعظم الزوجة أو الأم اللي تهتم بإن زوجها يكون فيه زي ما قال الكتاب المقدس كده عن المرأة الفاضلة إنها بتهتم إن زوجها يكون مرموق في المجتمع وفي الموسطة اللي فيه وخاصة لو كان بصفات روحية جميلة في الزواج المسيحي يحاول كل طرف إنه يهتم من الآخر يبقى أفضل زي ما يقول معلمنا بولس الرسول كده يعني أريد أن يصل للرجال في كل مكان رافعين أياد طاهرة بدون غضب ولا جدال ومرة تاني يقول مكلمين بعضكم بعضا بمزمير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب في رسالة أفسس بيدعونا إننا نكون فيه حياتنا نموه الغيرة الحسنة تدفع الطرفين للفرح كل واحد بيفرح بصفات الآخرين الغيرة الحسنة إننا لو شفنا صفات جميلة أو إمكانيات جميلة نحاول نحققها لكن بدون نظرة قرهية أو بدون تحاوز أو بدون تشويش في قلوبنا يخلينا ممكن نحقد على أحد أو نوقع في خطية الحسد أو في خطية الغيرة المرة التي تشوش قلب الإنسان بولس الرسول يقول على المؤمنين في كنيسة كونسس يقول لهم أني أغار عليكم غيرة الله الله يريدنا أن نكون أفضل يدعونا إلى الحياة المقدسة الغيرة في الأسرة فلتكون غيرة إيجابية على النجاح وعلى النموه في الرجبيات وعلى النموه في محبة ربنا وأيضا على البعد عن كل ما لا يليق بالأسرة المسيحية فالنغار على بعدنا غيرة حسنة وأنا نبتعد عن الغيرة السيئة التي تسقطنا في خطايا وأيضا ممكن تسبب انقصام في الأسرة وبعد وعدم وجود وحدانية أو تكامل أو شركة مقدسة في حياتنا كأسرة مسيحية والإلهنا المجد دائما أبدا أمين اشتركوا في القناة